أرحبا بكم مجددا نكمل الحرة ليلة من آخر ملفاتنا وهو الذكاء الاصطناعي حيث ورد في الخطاب المفتوح وقع عليه أكثر من 160 مليون تنفيذي من شركات تتنوع من رينو إلى ميتا أن تشريع الذكاء الاصطناعي المقترح في الاتحاد الأوروبي سيهدد التنافسية ويدر بسيادة تكنولوجية كان مشرعو الاتحاد الأوروبي قد وافقوا على مسودة مجموعة من القواعد تلزم أو تلزم أنظمة مثل تشاد جي بي تي بالإفصاح عن المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي والمساعدة في التفريق بين الصور الحقيقية وبين ما يسمى صور التزييف العميق فهل دخلنا صراعا بين الشركات التجارية التي تفكر في الربح وبين المشرعين الذين يريدون تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي وكيف تضمن الحكومات والدول الالتزام الشركات بقوانينها المنظمة للذكاء الاصطناعي إذا رفضت الشركات تطبيقها وفضلت تحقيق نتائج الربحية واستغلال الذكاء الاصطناعي من دون قيود لا تتوقف دعوات التوعية المنادية بما يعتبره البعض خطر الانقراض نتيجة تطبيق شاد جي بي تي وسط مناشدات السيدرة عليه في أحدث الهواجس المرافقة لجهود ضبط هذا التقدم التكنولوجي حذر أكثر من 160 مسؤولا تنفيذيا في شركات تتنوع من رونو إلى ميتا من أن تشريع الذكاء الاصطناعي المقترح في الاتحاد الأوروبي سيهدد التنافسية ويضر بالسيادة التكنولوجية لأوروبا حذر الخطاب المفتوح من أنه بموجب القواعد التي اقترحها الاتحاد الأوروبي ستصبح تقنيات كالذكاء الاصطناعي التوليدي خادعة للوائح تنظيمية مغلدة وستواجه الشركات التي تطور هذه الانظمة تكاليف امتثال مرتفعة ومخاطر قانونية غير متناسبة أضاف الخطاب أن هذه اللوائح التنظيمية قد تدفع الشركات الابتكارية لنقل أنشطتها إلى خارج أوروبا والمستثمرين لسحب أموالهم من تطوير الذكاء الاصطناعي الأوروبي بشكل عام في وقت سابق وافق مشرع الاتحاد الأوروبي على مسودة مجموعة من القواعد تلزم أنظمة تشات جي بي تي بالإفصاح عن المحتوى والمساعدة في التفريق بين الصور الحقيقية والمزيفة وضمان وجود تدابير للحماية من المحتوى غير القانوني من بين الموقعين على الرسالة المعارضة للوائح التنظيمية للاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي يان لوكان من ميتا إلى جانب مسؤولين تنفيذيين من مجموعة متنوعة من المؤسسات مثل شركة سلنكس الإسبانية للاتصالات وشركة ميراكل الفرنسية للبرمجيات وبنك بيرنبيرت الألماني للاستثمارات معنا من نيويورك عبر زوم كلاوس ميولر أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة ستوني بروك مرحبا بي أستاذ كلاوس شكرا جزيلا لك لتلبية الدعوة هذا السؤال سألته لحضرتك سابقا أنا كيف تستوي هذه العملية كيف تستوي أو يستوي أمامنا مشهد رئيس تنفيذي للشركة يجلس في الكونغرس ويقول نظمونا نحن قد نكون خطيرين لاحقا إذا انفلتت هذه التكنولوجيا قد تكون خطيرة هذا مشهد لا يستوي مع التعريف الأساسي للشركات بأنها تسعى إلى الربحية صحيح أم لا نعم الذكاء الاصطناعي هو أمر إيجابي إلى حد كبير لأنه يمكن البشر في التقدم من جهة أخرى هو خطير أعتقد أن القوانين والتنظيمات تحاول أن تنظم استعمال الذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر التي تتأتى عنه لا بد من أن نخفض من هذه المخاطر إن ركزنا على المخاطر هذا ممكن ولكن إن ركزنا على الذكاء بحد ذاته فقد يؤدي ذلك إلى عرقلة التقدم في هذا الإطار لذلك من الصعب جدا أن نجد تنظيمات محددة لأمر من هذا النوع ربما يجدر أن نركز فقط على المخاطر على تخفيف المخاطر ربما يجدر أن نستعمل أدوات تخفف من المخاطر التي قد يتسبب بها الذكاء الاصطناعي هناك أدوات متوفرة يمكن أن تستعمل في مجال هذه التكنولوجيا لخفض المخاطر طمام أنا لم أفهمها أستاذ ميولر سامحني يعني عندما تقول بأنه علينا تنظيم تخفيض معرفة المزيد من التفاصيل ما هي الضمانة كيف يمكن للدول اليوم للحكومات السيطرة وضمان بأن المستخدمين والشركات اليوم لن تقوم بهذا الاستغلال السلبي للذكاء الاصطناعي نوع الضمانات اليوم هنا مطلوب أعطيني مثلا إذا تكرمت أستاذ كلاوس حضرتك اليوم إن كان تشاة جي بي تي سيقوم باستبدال لربما وظائف معينة كيف ستضمن تلك الدول بأن المشغلين لن يقوموا بالاعتماد على هذه التكنولوجيا واستبدال الموظفين أو استبدال الإنسان الذي يقوم بهذه المهام أعطيني طريقة طبعا هذا ليس بالسهل نقول للناس كيف يستعملوا التكنولوجيا وربما يعرقلوا حرياتهم في هذا المجال وغالبا التكنولوجيا أدت إلى خلق المزيد من الوظائف بدل القضاء عليها ربما أيضا أن التكنولوجيا ستخلق وظائف تحصل على معاشات أفضل لا أعتقد أن شخصيا أننا سنتمكن أن نتخذ قوانين في أمريكا حول هذا الموضوع لأن الكثيرين يقولون أن ذلك يعارض حرية الاستفادة من التكنولوجيا وحرية التقدم والتاريخ يظهر أن التكنولوجيا هي إيجابية لن نرى من يعارض التكنولوجيا لدرجة أنهم يوافقون على قوانين كالتي تتخذ ربما في الاتحاد الأوروبي ما هو ممكن في أوروبا ربما لن يكون ممكنا في أمريكا طبعا القانون ليس سيئا فيما يتعلق بمعرفة المصدر ولكن لا بد أن تكون هناك محافظة على إمكانية استعمال التكنولوجيا ألا يذكرنا هذا النوع من الجدل الدائر اليوم أستاذ كلاوس بالصراع الذي كان دائرا عندما بدأت تنتشر وسائل التواصل الاجتماعي ألم يكن هذا نفس الحوار ألم يكن هذا نفس الخلاف القواعد الربح الضرر على المجتمع القلق على الأطفال هل ترى تشابها في النتيجة كما أن هناك تشابها في الأسباب إذا ما قارنا الحالتين نعم وسائل التواصل الاجتماعي مختلفة بعض الشيء لأنها قد تؤثر سلبا على الصحة النفسية ربما يا أستاذ كلاوس إذا كان ذكاء الاصطناعي سيستبدل الإنسان لن يتبقى هناك صحة نفسية على الإطلاق حتى يقوم وسائل التواصل الاجتماعي بالحق الضرر فيها أنا لا أتحدث عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي مقابل تأثير الذكاء الاصطناعي أنا أحدث عن الجدل التشريعي في هذه القضية فيسبوك و تويتر هذه مؤسسات هي مؤسسة أيضا واليوم تقف أمام المشرعين وتقول أنا لا أريد هذا النوع من التشريع كما حصل سابقا وما لا ينطبق في أوروبا كان على وسائل التواصل الاجتماعي لا ينطبق في الولايات المتحدة تماما نفس القاعدة اليوم وليس كذلك هل تقول أن المبدأ نفس المبدأ في الجدل الدائر وليس نفس القاعدة أقصد ربما إلى حد ما ولكن هناك تقدم باستمرار يؤدي إلى أتمتة بعض الوظائف وإلى خلق وظائف جديدة وإلى تغيرات تكنولوجية كثيرة وأحيانا هناك ربما القضاء على فرص عمل ولكن هناك تعزيز للإنتاجية لا يمكننا أن نقلق من تقدم التكنولوجيا ولا يمكننا أن نعرق إلى تقدم التكنولوجيا عبر القوانين لا بد من أن يستفيد من التكنولوجيا عبر توجيهها ما حقيقة أن العالم العربي اليوم الشرق العوسط الدول النامية هي في مهب الريح اليوم أم أنها كما تفضلت وقلت ما ينطبق بأمريكا لا ينطبق في الولايات المتحدة ولكن في تلك الدول قد تكون هي الشاذة عن القاعدة ستشذ عن كل ما يتم فرضه من قوانين اليوم أليس هذا التحدي الأكبر نعم مثلاً في الصين بعض الأفراد لا يمكنهم أن يستعملوا الإنترنت ولكن أحياناً يجدوا سبلاً في الشرق الأوسط الناس يمكن لهم أن يحصلوا على خدمة الإنترنت وعلينا أن نعي أن الأمر يتعلق دائماً بحرية الاستفادة من نماذج التكنولوجيا ولكن ضمن بعض القواعد والقوانين التي تحد من مخاطرها ونعرف الآن على سبيل المثال أن كل الناس يستعملون الإنترنت ويحصلون على مضمونه هناك مثلاً أيضاً مسلمون في أمريكا أو مجتمعات أخرى تعيشوا في أمريكا كلها تستفيد من الإنترنت مما يعني أن ذلك يقرب بين الناس نحن لك من نيويورك عبر زوم مكلاوس ميولور رساد علوم بالكمبيوتر في جامعة ستوني بروك ترجمة نانسي قنقر